نعرضه على الشاشة بإذن الله ونظام بسيط خالص إحنا عندنا نصر غيف بلدي هنأكد الناس بقى وهنخس إن شاء الله الفطر بتعنا نصر غيف بلدي فول بأي كمية مش متحدد وعليه زيت زتون بس النصر غيف هو اللي متحدد بيدة واحدة مسلوقة وجبنا أي نوع لايت بأي كمية بس ما يكونش جبنا رومي رومي وفالمانكو ومشتقاتهم لا اللايت بس هو اللي مسموح تمام وبأي كمية بين الفطر والغدا عندي فكاية زي البطيخ بقى اتفقنا ممكن ممكن المزايا زي ما احنا اتفقنا ما عندناش مشكلة ممكن خوخة وعندي كباية عصير نخش على الغدا عندي ربع رغيف بلدي أو ست معالق مكارونا والمكارونا هنا بصلصة أو رز والرز دا عادي مش مسلوق رز دا عادي رز البيت وطبق خضار بدون بطاطس لأن البطاطس دي هتعد من النشويات وإحنا حددنا النشويات خلاص وطبق صلطة بأي كمية فيه كل حاجة زائد بروتين مشوئ ومسلوق بأي كمية وما قومش ممتلق من على وجبة الغدا العشاء بتاعي ممكن يكون بروتين وصلطة زي صلطة التونة صلطة الجبنة صلطة الفراخ أو اتنين فاكهة واثنين زبادي لايت دا لحد عايز يعمل رجيم دا لحد عايز يعمل رجيم وهيخس وممكن نمشي على فكرة على النظام دوت لمدة شهر انت هتقولي انت لسا اي لان احنا ما نستمرش اه لا دا انا ممكن نمشي عليه لمدة شهر بس بشرط اخد وجبة فري اخر كل اسبوع طيب دا يخس ادي ايه دكتور في الاسبوع المفروض طبعا هي نسبة وتناسب بين انا وزني ادي ايه لكن انا بخس عليه المتوسط بتاعه مثلا المتوسط بتاعه من اثنين لاثنين ونص كيلو دا لو انا وزني انا بتكلم انا في ثمانين كيلو فوق الثمانين بنزل اكتر اقل من الثمانين دا منزل احل طبعا عندنا النهاردة نصيحة لعلاج الامساك عندنا نصيحة لعلاج الامساك pouvoir نذكر معاک الكلا iya أ66 عندنا نصيحة النهاردة عندنا سبع حباة اراسيا بنحطهم في كباية مياه من بالليل للصبح وبقوم اخذ سبع حباة انقراصيا دولة اباكلهم باشرب كباية المياه اللي كان ما نقوع فيها وباخد كباية مياه تانية وراها شبه خشافية زي الفكرة بتادي tú ممكن اخدهم بالليل وممكن اقوم اخدهم الصبح يعني انا ممكن اخدهم بالليل �를 بايكل ها طبعا هاكله ومشرب المية بتاعته هشرب كبايتين مية هشرب كبايت المية بتاعتهم وكبايت مية أو ممكن أشرب كبايتين مية بالليل وآكل السبع سمارات الأرسيا والأرسيا دي علشان الناس تبع عارف ايه هي ده البرقوق المجفر احنا طالعين من رمضان وممكن يكون في ناس لسه عندهم لو أنا مش موجود عندي الأرسيا ممكن استبدلها بايه ممكن استبدلها بإن أنا أكل سبع سمارات برقوق أحمر عادي خالص مشكرا جدا يا دكتور شام شرفتنا ونورتنا